أكد المتحدث الرسمي باسم البنك المركزي العراقي أيسر جبار لأخبار الآن منح صلاحيات واسعة لدائرة غسيل الأموال وملاحقة تمويل داعش والمنظمات الإرهابية ويعمل بشكل مباشر مع أجهزة الدولة وأوضح أيسر أن البنك المركزي العراقي تمكن بالتعاون مع أجهزة الدولة الأخرى من قطع تمويل داعش مضيفا أن البنك ينشر أسماء الشركات المحظورة والأشخاص الممولين للتنظيمات الإرهابية كلما انتهت التحقيقات بذلك التعاون مع أجهزة الدولة المختلفة كان البنك المركزي العراقي دور كبير جدا بمكافحة عصابة داعش بما يتناسب عمله هو حضر كثير من الشركات والمؤسسات التي تمويل تنظيم داعش ظهرت قوام وتمنشرها على موقع البنك المركزي العراقي وهذه القوام كانت محدثة ويتم تحديثها بين الفترة والأخرى هذه المؤسسات كانت تمويل أصابات داعش الارهابية وهذا البنك المركزي بدوره ومن خلال مكتب مكافحة غسل أموال الذي يؤسسه على أساس قانون قانون مكافحة غسل أموال والتنظيم للرهاب الذي أيضا أعطي صلاحيات كبيرة جدا وأيضا حتى أعطي صلاحيات مكانية أصبح مكانه خارج مبنى البنك المركزي العراقي الآن هو يعمل بشكل مباشر مع الأجزة الدولة بالتأكيد البنك المركزي العراقي بهذه الخطوة ساعدة كما ذكرت الحكومة العراقية من قطع تمويل داعش الارهابي والآن هو بتعاون كبير جدا مع الأجزة الأخرى بإعطاء المعلومات السابقة التي يعمل عليها الآن بنك المركزي العراقي بحضر أي مؤسسة تعمل على تمويل داعش أو العصابات الارهابية الأخرى البنك المركزي العراقي من فترة ثانية يخرج قامة فيها أسماء لشخصيات وأيضا أسماء لشركات ويشرع الموقع الرسمي للبنك المركزي العراقي وأيضا لوسال الإعلام أيضا بإمكانكم مشاهدة هذه الأسماء لكن حصرة بالوقت الحال لا هناك إجراءات ممكن يتخذ البنك المركزي العراقي إذا ما طلب ذلك من قبل أجهزة الأخرى أسماء المتهمين؟ أيضا كما ذكرت لك أسماء كأسماء تتحفظ عليها الأجهزة الدولة الأخرى وليس البنك المركزي من ذكر أسمائها أو ربما أسماء يعلن عنها بشكل رسمي ويجرد في الموقع المركزي العراقي اشتركوا في القناة